في شأن الناخر اطلقت اسرائيل صراحة أسيرين وأعادتهما إلى سوريا فيما وصفته دمشق بأنه عملية تبادل بوسطة روسية بعد أن استعادت اسرائيل رفاة جندي مفقود منذ فترة وكانت روسيا قد سلمت هذا الشهر رفاة الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية باومل كان شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 وفقد خلال معركة قرية السلطان يعقوب على الحدود السورية بدرة حسنية وجوار هكذا وصف الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صراح المعتقلين الزيدان الطويل من بلدة حضر السورية وأحمد خميس اللاجئ الفلسطيني من مخيم اليرموك ألقى بعين في سجونها وتسليمهما للنظام السوري عند معبر القناة طرف الجنلان المحتل عبر الصليب الأحمر الدولي مصادر الاحتلال أشارت إلى أن البادرة تأتي ردا على أعادة دمشق رفاة جندي إسرائيلي فقد في سوريا قبل ثلاثة عقود في حين أن النظام حاول تحقيق انتصار نهمي عبر ترويج مصادره أن دمشق ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق صراح أسرى سوريين في إسرائيل بين تودد تل أبيب وانتصارات النظام الوهمية كشفت صحيفة هارتس العبرية أن الأسيرين رفضا في وقت سابق إعادتهما إلى سوريا حيث طلب خميس إعادته إلى مصقة رأسه في الضفة الغربية بينما الطويل أشار إلى أنه مطلوب للنظام السوري الذي قتل عائلة شقيقه بأكملها ودمر قريته رفض إن دل على شيء فهو يدل على الحالة التي وصل إليها السوريون الذين بات بعضهم يفضل سجون الاحتلال على حكم الأسد كما أن الإفراج عن السجينين خطوة ربما تمهن للمبادرات للنظام فيما يخص بقية المختفين وفي مقدمتهم الجاسوس الأكبر إلي كوهين وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة أورليون الفرنسية عمر قدور الكاتب السوري مرحبا بك معنا ما دلالات عملية التبادل هذه لا سيما وأن أحد الوزراء الإسرائيليين قال نقلا عن وكالة رويترز إنها بادرة حسنية لإسرائيل مع النظام السوري مصر الخير أولا العملية عملية إعادة السيرين أتت كما في العنوان كأنما لإنقاذ ماء وجه بشار الأسد بعد تسليم رفاة الجندي زخارية لكن هذه العملية أيضا تأتي كأنما تعزز الإهانة السابقة لأن استعادة السيرين وتسريب أنهما في الأصل رفضا العودة والإعادة التي أتت بعد مدة من تسليم الروفات بعكس ما يحدث عادة عندما يكون تسليم متزامن كل هذه المؤشرات تدل على أن المقايضة لا تحفظ ماء وجه سلطة الأسد بقدر ما تهدر هذا الماء مرة أخرى هناك مؤشرات سابقة على نعم وسيد خدورو لكن نظام السوري يسوق لما حدث على أنه انتصار انتصار لهو هل هو فعلا انتصار كما يقول ذكرت بأن الأسيرين رفض تسليمه لنظام السوري شهدنا أن الشاب الفلسطيني المفرج عنه كان خائفا وطلب تسليمه لسلطات الفلسطينية وليس إلى الجانب السوري بالنسبة لسلطة الأسد تعدل روايتها دائما بحسب الظروف في لداية كما نذكر المقربون من النظام أعلنوا أن لا علاقة لهم بتسليم رفاة زخارية على الإطلاق وأن الأمر تم عن طريق الروس وهناك بعض المقربين منهم قالوا حتى أن العصابات الإرهابية ويقصد بها المعارضة هي من سلمت الرفاد أعادوا هذه المرة تعديل القصة من أجل عملية التبادل مزعومة في كل الأحوال هذه الروايات باتت مسيرة للضحك لكثرة ما تتعدل ولكثرة ما تكون ركيكة ولكثرة ما تكشف أن سلطة الأسد لا قرار لها فعلي كقرار سيادي على العديد من الشؤون السورية نعم إذا كان نظام الأسد لا يملك القرار السيادي على العديد من الشؤون السورية كما تقول هل لروسيا دور ما ربما مؤثر على نظام السوري للدفع نحو التنصيق أكثر مع إسرائيل بشكل غير مباشر بطبيعة الحال وما هذا التبادل إلا بداية ربما لهذا التنصيق حتى قبل الدخول الروسي نذكر أن رامي مخلوف بن خال البشار الأسد منذ بداية السورة قال أن أمن إسرائيل هو من بقاء نظام الأسد في السلطة على سبيل المثال وهناك كلام كثير عن اتصالات سرية سابقة والآن الوجود الروسي والعلاقة الوسيقة بين بوتين ونتنياهو على نحو خاص تعزز فرضية الاتصالات المستمرة بين الجانبين عبر الوسيط الروسي وبالنسبة لروفات كوهين أيضا الصحافة الإسرائيلية سربت منذ أيام أن الروفات في طريقها إلى إسرائيل وكان يفهم من هذا التسريب أن الروفات أصبحت في روسيا حقا وأن تسليمها سيتم الشهر المقبل وربما بالتزامن مع الاحتفالات بإنشاء الدولة العبرية نعم شكرا جزيلا لك الكاتب السوري عمر قدور كنت معنا من مدينة أورليون الفرنسية والعرب اليوم متواصل ونتابعه بعد الفاصل مفاوضات روح عالية جدا مفاوضات حثيثة في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادية ترجمة نانسي قنقر